عالمون بالدين فخر وابتهاج يا مثالاً حاملاً دين الرشاد أحمدون يا شيخنا نوراً لنا يا فقيهاً طايعاً رب العباد قد تسامن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه ودعى بدعوته إلى يوم البعث والنشور أما بعد ليو تتنجيه كتك الفصل الأول ملنغو أقوانزا في مذاهب الأمة في صفة الكلام تتنجيه كتك الملنغو هو مذهب زا أمة وكيسلام كتك هي صفة يمنينو الشيخ أحمد بن حمد الخليلي ما أوحاه الله إلى رسله من كتبه أمبايو يميه أندقوا ومنهم النظر إلى ما يجب في حقه تعالى من تنزيهه عن النقائز نا وكما علماء واليوانجالية إلى حق يواجب يا الله سبحانه وتعالى نحق ينوي أما يواجب نكم تكاسا الله سبحانه وتعالى فقال بأن الكلام هو صفته تعالى التي يراد بها انتفاء البقم والخرس عنه وكسما كوامبا من أنو كتكوكواند والله سبحانه وتعالى نصفة يا الله سبحانه وتعالى أما يو كسوليو لسفهي نكم كانوشيا الله سبحانه وتعالى أبوبو نكم كانوشيا الله سبحانه وتعالى كشين وكسما وهؤلاء قالوا بأن ما نزل من وحيه تعالى إنما هو عبارة عن هذه الصفة وليسا عين الصفة هاو وكسما كوامبا هو وحي اليوشوكا اليوشوشا الله سبحانه وتعالى كوامitume wake kupitia vitabuvia ke huu ni maelezo ya nayotokana na sifa ya Allah سبحانه وتعالى ya kuzungumza lakini sio ile sifa ya Allah sio ile sifa yake ya kuzungumza tafauti na hawa wamazo ambawa wamefanya ile ndiyo sifa ya Allah hawa wamesema ni maelezo ya nayotokana na sifa ya Allah سبحانه وتعالى والأولون اختلفوا لیکن دي لكوازة ساسا ambawa wamesema هو وحي اليوشوشو انديو منينو ya Allah سبحانه وتعالى اختلفوا ومتفوتيانا منهم من قال بأن المنزل حادث كان بعد أن لم يكن كون دي لليلو سيما قوامبا ساسا هايا اليوشوشو حادث يمزو يميانزشوا يميpatikانا بعد يكوا hayapo وكل حادث لا يمكن أن يكون إلا بمحدث أحدثه ناكيلك لچوانزا هيوزكاني كيانز يسبوكو لزيم كون موانزشا جي اليك ينزش يميكو ويتعز منينو يا الله سبحانه وتعالى نهو وحي أنباؤ أمي ششوة وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين شكرا شكرا